معي عبر الأقمار الصناعية من تونس دكتور عليّا العلاني الخبير في الجماعات المتشددة مساء الخير أهلا بك معنا دكتور عليّا إذن إذا ما تحدثنا بداية عن هذا الإعلان ما الذي يهدف منه التنظيم؟ يعني تحدث عن خسائر على الأرض باعترف بها قليلاً ولكن أيضاً بنفس الإعلان قال بأن القرار تأخذ بعد كل هذه التضحيات كما أسماها لأنصار الشريعة بقادته وكوادره ما الذي يريد إيصاله؟ هذا التنظيم تأكد أنه خاصة في الفترة الأخيرة النقص الكبير في عدد مقاتليه والنقص الكبير في موارده المالية إذن أراد أن يسد هذا النقص بتجنيد النساء وتجنيد الأطفال تجنيد النساء يلعب دوراً كبيراً في إيجاد جيل كبير يسمونه جيل الخلافة يكفي أن نذكر في أن في سوريا فقط في مدينتين هناك 12 ألف مدرسة تم تحويلها إلى مدارس مقتسمة بين داعش وبين القاعدة يعني الأطفال الذين ينجبون من زوجات أو من نساء يعني يتبوا اغتصابهن أصبح عددهم كبير يعني هناك يمكن أن نتحدث عن 35 ألف أمرأة أنجبت دواعش إذن هذا جيل بأكمله وبالتالي هذا بالضبط جيل يعني سأتابع معك كما بدأت دكتور علي بدأت تتحدث عن موضوع الاستغلال جماعات متشددة للنساء سنطابع فيه قبل أن نعود إلى ما سألته 35 ألف نتحدث عن جيل جديد داعش بداية هو من داخل كيف يتعامل مع هذا الموضوع بأن هناك أولاد من نساء يتم اغتصابهن من قبلهم كيف يتعامل مع كل هذه الادعاءات الدينية التي بدأ وما زال يزعمها بطبيعة الحال يعني داعش عندما يستغل هذا العدد الكبير يعني 35 ألف امرأة أنجبت من دواعش يعني يمكن أن يكون الإنجاب إذا أخذنا معدل اثنين فقط فهناك 70 ألف طفل يولدون ويتم استغلالهم في عمليات انتحارية يتم استغلالهم أيضا في تجييش في القيام بأعمال نهب باسم الدين بطبيعة الحال هذه العملية هي في الحقيقة خطورتها تظهر فيما سينتج مستقبلا يعني أن الدولة السورية الجديدة التي ستأتي بعد الحل السياسي والدولة العراقية بعد تحرير الموصل والدولة الليبية بعد تحريرها من الدواعش ومن القاعدة وفي الصومال أيضا وغيرها إذن ستكون هناك آلاف عشرات الآلاف من الأطفال ومن النساء الذين تكونوا على هذه العقيدة الداعشية وبالتالي أعتقد أن أول إجراء يعني هذا ما يخطط له حقيقة تنظيم ليس فقط يعني كعمل إرهابي من ضمن أعمال أخرى كثيرة إرهابية تدان يقوم به مع عملية الاستصاب ولكن يبدو بأن هناك خطط فعلا للبعيد لجيل جديد أفراد نتحدث عن أعداد مخيفة نتحدث عن أيديولوجية يتبناها هذا الجيل بطبيعة الحال أعتقد أن المسألة تتجاوز العمليات الانتحارية فقط لأن العمليات الانتحارية يريدون أن تستمر يعني بعد هذه المرحلة الأخيرة بعد أن أصبح داعش مهدد في وجوده لأنه يمكن أن يتم القضاء عليه في سوريا وفي العراق وفي الشرق الأوسط ولكن يحاول أن يتجدد في أشكال جديدة ولكن أعتقد أنه بالإجراءات الأخيرة التي تم إقرارها إقليميا ودوليا في محاربة داعش أعتقد أن هذا المخطط سيسقط في الماء لماذا؟ لأن العمل الداعشي وتواصل التجنيد يحتاج إلى أموال وبما أن هناك الآن اتفاق دولي وإقليمي سواء في مقررات قمة الرياض أو في اجتماع الناتو أخيرا الذي حضر فيه الرئيس ترامب كان هناك إجماع على محاربة كل شبكات التمويل التي تعطي للدواعش والقاعدة الإمكانية من أن يقوموا بنشاطاتهم سواء عن طريق تجنيد الأطفال أو تجنيد النساء وبالتالي أتصور أن هذا المخطط سيتعرض إلى نكسة ولكن لا بد من اتخاذ الإجراءات الضرورية في ذلك الإجراءات المادية والأمنية وخاصة مسألة إعادة النظر في التربية الدينية في الأطفال ودور العائلة إلى غير ذلك طيب قليلا عن الشق الأول لو نتحدث دكتور علي موضوع جماعة أنصار الشريعة المتشددة في ليبيا طبعا التي أعلنت حل نفسها رسميا كيف تتابع عندما طبعا تتابع يوميا أمور هذه الجماعات المتشددة والإعلانات التي تصدرها كيف تقرأ بداية هذا الموضوع اليوم يعني بالنسبة إلى أنصار الشريعة في ليبيا تكاد تكون هي الوحيدة بالإضافة إلى اليمن فقط هذا ما بقي من أنصار الشريعة أنصار الشريعة في سبع دول عربية لم تبقى منهم الجمعيات الفاعلة إلا في هذين البلدين بالنسبة إلى ليبيا أنصار الشريعة يعتقدون أن المستقبل لم يعد لهم وبالتالي أصبحوا مهددين أولا صنفتهم الأمم المتحدة والولايات المتحدة والغرب والعديد من الدول العربية صنفتهم على أساس أنهم تنظيمات إرهابية وبالتالي هؤلاء أردوا أن يغيروا من جلدهم وأن يندسوا في مجموعات مسلحة أخرى لأنهم أصبحوا يخشون التصفيات والآن ربما مع تقدم المصار في الاتفاق بين الجيش الليبي بقيادة حفتر وحكومة السراج هناك إمكانية لإكتساح الأراضي الليبية وبالتالي سيصبح هؤلاء على مرمى النار من هذه القوات يعني القوات الليبية بالإضافة إلى أن الصمعة والشعبية التي تدنت كثيرا لهذه التنظيمات الإرهابية في ليبيا دفعتها إلى أن تعلن أنها حلت نفسها إذن هو إعلان تكتيكي أكثر منه موقف استراتيجي ولكن بطبيعة الحال الليبيون أدركوا أن هذه المجموعات مهما فعلت ومهما قالت أنها ستغير اسمها لأنهم قالوا أنهم سيشكلون جبهة هذا لن ينطلي أبدا على أصحاب القرار في ليبيا مثلما لم ينطلي قرار تحويل جبهة النصرة إلى جبهة فتح الشام ما الذي يمكن أن تصل إليه عندما تقول خط تكتيكي من قبل أنصار الشريعة يعني موقف ليس استراتيجي إنما هو موقف تكتيكي إنما يريدون تحويل الأنظار هم سيحاولون أن يقوموا بنشاطهم في إطار جمعيات أخرى ويجب أن نقول أن هذا هو أسلوب أنصار الشريعة في كل المجتمعات نحن في تونس كان لنا أنصار الشريعة وكانت تحتضرهم طيارات الإخوان مع الأسف وبعد ذلك اضطرت هذه الطيارات أن تصنفها كطيار إرهابي إذن لا أتصور أن أنصار الشريعة سيكون لهم مستقبل في ليبيا سواء غيروا اسمهم أم اندمجوا في اجتماعات في تنظيمات الأخرى أنا أشكرك جزيلا من تونس دكتور علي العلان الخبير في الجماعات المتشددة